ترجمة نانسي قنقر 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 عندما يرى أن رنى حمير مدمن مخدرات فهو سعيد جدا بالداخل يتصرف بشكل ودي تجاه حميره ويحاول اقناعها بأنها مخطئة بشأن طارق رنى الذي يلعب الثنائي ثم يجلب لطارق أنها وهميرا يتحدثان ويجعل الأمور أكثر تعقيدا ثم يضع طارق خطط لتبرئة نفسه من ناحية أخرى يفاجئ كير مؤسفريا أليف عندما يعودان إلى القصر أليف سعيدة جدا بالمشهد الذي تراه وآمالها في العثور على والدتها تصبح أكثر خضرة يتم التقاط صور أليف للأعمال الإعلانية أليف سعيدة جدا أن تعتقد أنها خطوة واحدة أقرب إلى والدتها من ناحية أخرى تضع رنى خططا جديدة لفصل حميره طارق يبدأ العمل للحملة التي سيكون فيها أليف هو الوجه الإعلاني تصبح أليف أكثر حماسا عندما تعتقد أن والدتها ستتمكن من رؤية الصور أثناء التقاط الصور بينما تحلم أليف باللحظة التي تلتقي فيها بوالدتها وتحاول أن تكون سعيدة تعيش ملك على أمل اليوم الذي ستجد فيه ابنتها من ناحية أخرى تكتشف رنى أن طارق ترك هاتفه في القصر ويضع خططا مع جيم نتيجة لهذه الخطة تنهار حميرا وتأخذ أنفاسها بجانب رنى هل ستتمكن رنى من الحصول على ما تريد في نهاية هذه اللعبة التي صنعتها؟ يزعج طارق كثيرا أن يقوم كيرن بأعمال تجارية بمفرده ويختار أليف كوجه إعلاني تشعر أليف بالحماس الشديد عندما تكتشف أنه سيتم نشر صورها في كل مكان يتفاعل طارق بقصوة شديدة عندما يكتشف أن أليف ستكون وجه الإعلان صدمت كيرن من رد الفعل المفاجئ هذا الذي لن تتوقع وطلبت من طارق الحصول على حساد عندما يأتي طارق إلى القصر يخرج غضبه تجاه كيرن من فيلدان من ناحية أخرى يقول فيلدان إنه كان يتصل باستمرار لتقديم الأخبار لكنه لم يتمكن من الوصول إليها من ناحية أخرى أليف متحمس جدا للمشاركة في مشروع الأحذية عندما علمت أليف أن صورها ستمشر على اللوحات الإعلانية في جميع أنحاء تركيا تعتقد أن والدتها ستشاهد إحدى تلك الصور وسوف تتحقق أحلام أليف هذه تسبب هيمنة كيرن في الشركة في غضب طارق بشدة بين الانحطاط والفجر تبدأ الرياح الباردة في النف عندما أحضر كيرن أسفرريا أليفا إلى المخزن للعمل لم يستطع ملك رؤية ابنته طارق غير مدرك أنه تم اختيار ألف للمشروع يحاول فيلدان إخبار طارق أن أليفا ستكون وجه الحملة لكنه لا يستطيع الوصول إليها بينما يرى طار أوشك أن الأحداث تتطور في الشركة فإنه يشحث ضد كيرن معتقدا أنه فقد هيمنة من ناحية أخرى فجر الفجر لجوليدي الذي لم يأتي إلى الاجتماع من ناحية أخرى تتحرك الشعلة لجذب انتباه الفجر يقوم شفق الذي يذهب إلى المتجر للتحدث إلى جولايد بخطوة تزعج جولايد وتغادر المتجر ماذا ستفعل جولايد إذا لم تتح لها الفرصة لإخبار شفق لماذا لم تستطع القدوم؟ يذهب الملاك إلى القصر للعمل من ناحية أخرى أصبحت أليفا وجه العلامة التجارية لمشروع كيرن ويل أليف ومليك الذين كانوا تحت سقف واحد لأول مرة منذ شهور يجتمع يأتي الملاك إلى القصر للعمل ودعم جوليدي إنه غير مدرك أن ملك طارق الذي كان قريبا جدا من ابنته لأول مرة منذ شهور يعيش أيضا في هذا القصر من ناحية أخرى ينزعج فيسل وتولايا لأن ملك ذاهب إلى القصر من ناحية أخرى يطور كيرن وسفرريا عملهما المتعلقة بمشروع أحذية الأطفال الذي بداؤوه للتول كارن الذي يريد العمل مع أليف كوجه شاشة لهذا المشروع يخبر أليف بأذكاره فوجئت بهذا العرض الذي لن تتوقعه أبدا أصبحت أليف متحمسة للغاية وتقبله عندئذ يستعد كيرن وسفرريا لنقل أليف إلى الشركة لكن حادثا صريرا يمنعهما ويل أنجل وأليف الذين يقفون تحت سقف واحد تكون قادرة على تلبيع حميرة لا ترفع عينيها عنه لأنها تعتقد أن طارق يخونها حميرة التي تزداد ثقتها في شكوكها تتبع كل خطوة يخطوها طارق من ناحية أخرى فإن فكرة عمل ملك في القصر لا تخترق جوليدي حقا يخبر أنجل أن يفكر ماليا ولا يتخذ قرارات متسرعة يحاول تير ميليو في السل أيضا ثنيه عن طريق التفكير في أن هذه الوظيفة قد تكون خطيرة على ملك يقرر الملاك العمل في القصر ويبلغ فيلدان بقراره بينما كان الملاك في طريقه إلى القصر تشعر أليف بالفضول الشديد بشأن المساعد الجديد القادم هل الملاك الذي كان يتوق إلى ابن منذ شهور تكون قادرة على لم شملها مع ابنته هذه المرة؟ انتهى فيديو معلومات سلسلة أليف لدينا هنا لا تنسى الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات ترجمة نانسي قنقر